أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليلعاد نايب القائد الأعلى نايب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن تنمية وتطوير العلاقات الثنائية مع روسيا الاتحادية يأتي ضمن توجه مملكة البحرين نحو تأكيد دور العلاقات السياسية البناء التي ترتكز على أسس التعاون والصداقة والاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشاركة وعرب سموه عن تقديره لدولة السيد دمتري مدفيدف رئيس وزراء جمهورية روسيا الاتحادية وشكره على دعوة سموه لزيارة روسيا الصديقة وقال إننا نثمن هذه الدعوة التي نعتبرها انعكاسا صادقا للرغبة الأكيدة لدى كلا البلدين نحو تحقيق نقلة نوعية في علاقات الصداقة والتعاون البحريني الروسي والبناء على النتائج الناجحة لزيارة حضرة صاحب الجلالة الملكة المفدى حفظه الله ورعاه لجمهورية روسيا الاتحادية جاء ذلك في جلسة المباحثات التي عقدها سموه مع الجانب الروسي برئاسة دولة السيد ديمتري مدفيدف رئيس وزراء جمهورية روسيا الاتحادية بمقار رئيس الوزراء الروسي اليوم بموسكو حيث أبلغ سموه ولي العهد معالي رئيس وزراء روسيا تحيات جلالة الملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتمنيتهما لروسيا الصديقة المزيد من التقدم والازدهار وأكد سموه على أهمية إيجاد شراكة اقتصادية فعالة في الجوانب التجارية والاستثمارية وغيرها من المجالات لما تعود بالنفع والفائدة على اقتصادات البلدين الصديقين باعتبار ذلك أولوية تسعى لها البحرين من أجل تحقيق الاستفادة المتبادلة في قطاعات المال والأعمال في روسيا ودول أوراسيا والتي تعد جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة من مناطقها التجارية والاقتصادية الهمة والرئيسية وتطرق سموه مع دولة رئيس الوزراء الروسي إلى دور الاستقرار من أجل التنمية والتطوير وأشار سموه في هذا السياق إلى أن الأحداث المتلاحقة في مختلف مناطق العالم أكدت على ضرورة العمل على تعزيز مبادئ الإصلاح وعكست في الوقت نفسه أهمية التوافق في كافة المحطات لما ينتج عن ذلك من الاستقرار المستدام وتوجيه التنمية لصالح الجميع وأثنى سموه خلال اللقاء على توجه روسيا نحو مد جسور التعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل من أجل تعزيز رؤية مشتركة للتعاون في إطار الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا الاتحادية من جانبه رحب رئيس وزراء روسيا بزيارة سموه ولي العهد مؤكدا أنها تعكس الرغبة المتبادلة في الانتقال بالعلاقات البحرينية الروسية إلى مستويات أرحب من التعاون الثنائي هذا وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون حيث أكد الجانبان على ضرورة دعم التعاون الاقتصادي والتجاري وفتح مجالات أوسع للاستثمار في القطاعات الصناعية والطاقة والمواصلات والاستفادة من الخبرات الروسية خاصة في المشاريع الصناعية والبنى التحتية ودعم التعاون الثقافي بين البلدين بمختلف قطاعاته كما جرى بحث الموضوعات والقضايا الرهنة على الساحتين العربية والدولية وأبدى الجانبان تأكيدهما على دعم وتعزيز أمن واستقرار منطقة الخليج العربي وضرورة تعظيم فرص السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وحول الأزمة السورية أكد الجانبان على أهمية الوصول إلى حلول تخرج الشعب السوري من محنته وتحقق له تطلعاته ديمتري ميدفيدف هو رئيس وزراء جمهورية روسيا الاتحادية ولد في الرابع عشر من سبتمبر عام 1965 وحصل على شهادة الجامعية من كلية الحقوق بجامعة ليننجراد عام 1987 ونال شهادة الدكتوراه عام 1990 بدأ مساره المهني أستاذا بجامعة الدولة في سينت بيترسبرغ من عام 1990 إلى عام 1999 وفي عام 2000 عين ميدفيدف مديرا للديوان الرئاسي بلكرملين وفي عام 2005 شغل منصب نائب رئيس الوزراء الروسي وفي عام 2008 انتخب رئيسا لجمهورية روسيا الاتحادية كثالث رؤساء جمهورية روسيا الاتحادية بعد عهد الاتحاد السوفيتي والأصغر سنا بين رؤساء الاتحاد الروسي وفي عام 2012 تسلم منصب رئاسة الوزراء بعد أن فاز فلاديمير بوتين بانتخابات الرئاسة